تطورات متسارعة يعرفها ملف سد النهضة الذي يعيش في الأيام الأخيرة على وقع مخاض عسير خصوصاً بعد إعلان إثيوبيا المضية في ملء السد وهو القرار الذي قد يتسبب بحسب مراقبين في إشعال فتيل حرب بين دولة منبع النيل الأزرق ودولتي المصب قرار كثفت معه مصر والسودان الاتصالات والمشاورات قبل جلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة والمقررة غداً الخميس على أمل دعم موقفهما وتأييد دعوتهما بدرورة التوصل لاتفاق ملزم قانوناً حول ملء وتشغيل السد تونس ممثلة المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي من جانبها قدمت لشركائها الأربعة عشر مشروع قرار يدعو أدي سبابا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة ووفقاً لمشروع القرار فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار بالأمن المائي لدولتي المصب مصر والسودان كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر البرلمان العربي وفي رسالة بعث بها رئيسه عادل عبد الرحمن العسومي إلى رئيس مجلس الأمن الدولي طالبه فيها بأن يطلع بمسؤولياته التي أوكلها إليه المجتمع الدولي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وأن يتخذ موقفا ملزما يفضي إلى التواصل إلى اتفاق عادل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبية